موسيقى السلام عليكم أول شيء نشكر الشواقع اللي تصلت بيوم وجوي عندي معكم عبد المغيس الطيبي نزين الخيرية دار الأطفال بوزان أنا واحد الإنسان اللي عانيت من الصغور والحد الآن باقي كان عاني حياتي كاملة دوستة خيريات ما خليت المؤسسات ما خليت تاقونت ما خليتوا واخرش كنت في المركز للمريم هو أول مركز من المركز للمريم 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 حياتي كاملة دوستة خيرية وقد كرفستت في حياتي ولم أردت لم أردت المسؤولين الذين يقفوا معي ويقولون أننا متأخلى عنهم ولكن لم أردت المسؤولين يقولون أننا متأخلى عنهم أنا خرجوني بقى صغير بقى في عمري 17 عام خرجوني من الزنقة خرجوني من الزنقة أقف عمري 17 عام لم أردت تاقلت لم أردت أبلاد لم أردت أبلاد بقى أولادة أولاً أولادة لم أردت حسيمة لم أردت مليلي لم أردت طنجة لم أردت تشيحل كل نهار من نوع لم أردت بلادات أريد ان نعرف ماذا أنا مواطن ماذا أسميني السمية المواطن العادية هذه المواطن هي مواطن أسميني وقعطيني أن تعرف رغم تسميتك عبد الموغيت لكن عبد الموغيت أعطيني من جهول الله ويحفيني الأب ويحفيني ويحفيني الأم أحياتي كاملة تكربص وعندبت مواجهة الي سمعت صورت مع جميع صاحبهم ولكن لم يكن تشيحل و لم يكن تشيحل كان وجهة الرسالة للمسؤولين لم يكن تشيحل كان خرجوا نقلبوا على طرد الخبز ولكن رأي كل نهار ملاوح في بلاد رأي ما عندي شي واحد من البلاد اللي سنستقر فيها أنا سيمانا خدام 15 يوم ما خدامش و رأي بزدفع لي رأيت رأي من 17 عام ده 27 سنة وأنا حياتي كاملة وأنا كأقلب لعيفين استقروا في هذه الحمد لله الحمد لله يا سيدة خلصت للكراءة أنا كاريف كازا الحمد لله وباقي مشبر واحد اللي بيتفوزن باقي مشبره ولكن أنا بغيت نخدم بغيت نقلب على تانيع الشهرية ديالي وش أنا كل نهار مقام لاوح تال إمتى شنودن بأنفذ الحياة شنودن بأنفذ الحياة أنا المسؤولين هيت من وجههم كان وجه المسؤول الرئيس للحكومة مدر معي يتشيحل أنا رأيت أنا ولدكم حسبوني ولدكم وش أنا يخلق نربي بس نضيع رحشة ربي وش يخلق لعبة ديالي ونضيعه رميم كل شي رائعي بجش قلمتي لوالي دير امرا بسخصة عدة قلمتي لوالي دير امرا 14 عام لتالحد الى الآن بقي كي نقلب على اليوم مكان تشيد علي الكل يتنشي عندك يقولك انت سير لها تصبيطر هدي يدي انت مارس سير سبيطر ليم ونسير سير هذا سير هذا أنا بدي أرى القلب ديالي صافي ولا بحل الحجرة قوة تقلابه يتمنى نقلب صافي ما من ليس انا معدب ونقلب ولكن يقول الله ملك الحمد هذا عبتي لأمن عند الله الحمد لله الحمد لله انا سابر ولكن ربي رب غاني تاني نعيش ربي ما مخلقني رتانك سنين نعيش تاني رب غير تاني نعيش انا الرسالة للولدين إذا كنتوا تشوفوني في هذه العواشرة الله يرحم لكم الولد إذا كنتوا تشوفوني تشوفوا من حالي وعندما أجدوا رسالة التي تصلوا لدي سيروا إلى مركز المريم المركز المريم المركز المريم يقولون لي ما هي إجابة لا نعرف ومسؤولين القاهرين قد الإدارة القاهرين ومسؤولين نحن نعيش انخوية هذه البلاد ومساء بأسفورة ومساء بأسفورة ومساء بأسفورة لأن هذه البلادة لا أعطيها شيء قرأت القاهرين لديه ديبلوم ومساء بإدارة ومساء بإدارة لكنهم كانت تقرأ الكراءة في غديد نعس وكانت شكر المحسنين اللي ديما وقفين معي ومسانديني وكان وجه الرسالة اللي قال المحسنين لأنهم لا يحسوا بي المحسنين لا يشوفوا من الحالي ديروني بحل ولدكم شوفوا من الحالي هل يتعاملون الخيريات؟ الخيريات يتعاملون جيدا أنا كنت أتحمل المسؤولية الخيريات كاملين مغير رباط وراءه الخيريات كاملين يتعديون لك رزقك يتعديون لك الحوايج يتعديون لكم الحوايج يتعديون لهم يتعديون لكم يتعديون لكم وشفت المناكر ووزع لنا العدام ولكن الله يمن سامح لهم لا في الدنيا ولا في الأخيرة كما عدبتوني وكما كرهتوني لها الحياة ولكن أنا عند الله يمن سامحكم والدعوة اليتيم والله ستبقى فرقبتكم وكون رزق كليتوني وعطيه السيدنا لا نسمح لكم ووزعتوني ولكن أنا أبقى هنك والحمد لله سأبقى قوي وشكرا للمحسنين الذين دائما موقفين معي والذين يجعلوني قوي أريد أن نكون سلقوة لأنني لم يخرجوني من المؤسسة لك في السين القانوني يقول لك أخرج غريسي إذن أنا سأخرج من الزنقة لا يوجد بلاسة المأوى في الخيرية يقول لك هذا السين القانوني هذه الإدارة الكبيرة أعطيها أنا أدروها لي في المؤسسة قالوا لي أن تذهب في حالاتك السين القانوني يقول لك أن تخرج في حالك لماذا؟ هذا السين القانوني كبرتيني يا الله يرحم الوالدين ولكنني توصلني أنا وحد لله ما أمعوني ما أمعطيني حاجة وكتخل لي خروج خروج هذه لا لا تخرجني أنا مثلا أنا كبرتيني وقريتيني ودرتين معي زوين وكتخل لي بدون مأوى بدون مصرف بدون خروج إذا أنا في الصغور تعديت وتكرر فلس ونعس والقوادس أنا أصاب لديك شخص 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 ولكن أي غلطة وقاسية وأي دمع أنزلت مني كانوا سباب وكانوا شدين والله يمن سامح لهم لا في الدنيا ولا في الأخيرة وفي هذه العواشرات والله يمن سامح لكم أنا لا يمكن أن يكون قادر لديك شخص قلب ديالي أنا أطلب أنا أنا بغيت أن يخرج بغيت أحد يقف معي يخرجني الساكن المساكن أنا بكاري المحل أنا بغيت أنا اعيط لي ويشري للماكلة هو يشري لديك شخص لديك شخص كيف تقول لك أنا أكتب عن الماكلة و الخدمة أنا أخذني أنا أخذني صبرت كان أنا أشعره 80 أو 400 درهم و أحبت أنت ثانيا عارت 27 سنة أخذ شي سهلا من حالك و أنت تزيد المعانات و أجلت الكثير من الرسالات لن تلقي وما أتوقع لك شي شيء كثيرا لا 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 أصدق أي شيء ويجب اتكربسه علي البوليس ويجب الناس ولكن اللي سنقول الدعوة الله انا بغيت ان دبسكن انا عندي البيت في انسكن انا بغيت اشي واحد يتكلف لي تشري لي المعنة عندي البطا بغيت انشر الكوكوت بغيت نشري الماكلة بغيت انشر الحويجات انا اتكبرت انسان سيارة واحدة هي اللي ينبس ويجب ان ايضا لكن انا قتل ايه مع راسي انا قتل امتار عائلا نقوله تهد سيدا يا سبعة وعشرين مرحمة انشتام من كون صغير رحموا اني بقيت انا انا بسبعة وعشرين سان لم اريد ان اخرج من الطريق لم اريد ان ايقاف انا اريد ان اتكلم انا مشي نخدم عنده في الدار ولا مشي مهمة تكلف بيات انا بغيت نحسن بالحنان انا بغيت انا اللي اعوني وقف معي ولكن اشكر اول حاجة اللي كنشكر كنشكر المحسنين خارج الوطن وداخل الوطن هذو هم اللي كنشكرهم حيث هم اللي دي ما مقويني كيقولوا لي صبار وخامك يعونوني شي مادية المعناويا كيلي كيواسيني كنشكرهم كنشكرهم ازاق حيث هم اللي كيقول كيصبر وديت او واحد ما لقى يبغى ولكن الحمد والله والرسالة الاخيرة كنقول المحسنين خارج الوطن انا انا اترجاكم اترجاكم في هذا العواشر انا اترجاكم ديروني ولنتكم حسبوني ولنتكم انا يا راه 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 مني حلس عينية سبع عشرين سانة راه بقي لحد الان بقي كان عاني راه واخا كندحك وكنشط ودي راه اللي في قلبي راه تواحد معانا بي الا اللي خلقني بغيتكم توقفوا معي وتعاونوني انا راه بغيت نتانى نعمر للماحات انا بغيت نعمره بالماكلة وبغيت نشري الحويجات وبغيت نشري هذه ولكن الغالب الله الغالب الله شكرا نرحم لكم لواليدين شوفوا من حالي الله يرحم لكم انا وليت كنت رجعي المحسيني خارج الوطن وداخل الوطن داخل المغرب وخارج المغرب الدول الاوروبية الدول العربية بغيت كل شيء يوقف معايا اشترك الان في قناة اشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواقع تيفي شريطة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة